هل منظومة الدواجن مهددة بالانهيار في مصر؟ ما هو سبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الانتاج والأسعار عموما في مصر؟ هل نجح رئيس الوزراء بعد اجتماعه مع وزير الزراعة ووزير التموين وكبار المستثمرين في إيجاد حلول للأزمة وانخفاض الأسعار؟ كيف وجهت الجزائر ظروف مشابهة وكيف استطاعت أن تجد حلولا لأزمة مشابهة في خلال 48 ساعة؟ للإجابة على كل هذه التساؤلات تابعوا معنا الفيديو القاضي أهلا بكم بداية بنحب نوجه التحية والشكر لكل متابعين في كل مكان رجعنا لكم بعد فترة غياب عشان نتكلم في موضوع يعتبر هو الموضوع الأول على الساحة المصرية الموضوع اللي بيشغل بال وتفكير كل الناس والمواطنين في مصر عموما اللي هو موضوع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في مصر الموضوع ده اللي أسم الناس في مصر أو المواطنين في مصر لشريحتين شريحة متضررة جدا من ارتفاع الأسعار ومستاءة وبتعاني في ظل ارتفاع جنوني للأسعار وشريحة تانية متربحة ومستفيدة وبتستفاد من ارتفاع الأسعار وبتحتكر السلعة وبترفعها سواء بمبرر أو غير مبرر حتى لو السلعة متوفرة وموجودة ولكن لاحظنا في الفترة اللي فاتت ومن منتبعتنا ارتفاع الأسعار حتى برضو مع ان الحكومة بتحاول ان هي توفر السلعة والدولة بتحاول توفر السلعة الأساسية والاستراتيجية ولكن في المقابل في ارتفاع أسعار جنوني وفي نفس الوقت الحكومة مش قادرة تسيطر على الارتفاع ده ويعتبر يعني خارج نطاق السيطرة زي مثلا قطاع الدواجن من اكتر القطاعات اللي اتأثرت بارتفاع الأسعار لدرجة ان قطاع الدواجن مهدد بالانهيار في مصر والكلام ده حقيقي ومش كلامي ولكن هو من كلام رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد اللي عام للغرف التجارية كان بيتكلم في مدخلة تلفزيونية في برنامج شهير والرجل يعني حذر من انهيار قطاع الدواجن في مصر بسبب ارتفاع الأسعار ارتفاع سعر الأعلاف ومكونات الأعلاف ومستلزمات الانتاج رغم توفرها ورغم ان الحكومة عملت اجتماع يعني كان رئيس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي عمل اجتماع مع وزير الزراعة ووزير التموين وبحضور كبار المستثمرين علشان يحاولوا انهما يجدوا حلول ويسيطروا على ارتفاع الأسعار والحكومة بدورها يعني افرجت عن كميات من الضرة السفرة اللي هي بتدخل في مكونات العلف والسوية علشان تساهم في خفض الأسعار ولكن للأسف هل الحكومة نجحت في الاجتماع ده ان هي تقدر تحد من ارتفاع الأسعار الجنوني أو على الأقل خلص توقف السعر للحد اللي وصلت له طبعا لا من كلام السيد رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية انه صرح وقال ان بعد الاجتماع مباشرة مع الحكومة خرج رجال الأعمال زودوا سعر الدورة السفرة ربعمائة جنيه على الطن بعد الاجتماع مباشرة يعني الاجتماع ما وصلش لنتيجة ما خفتش الأسعار ولا سبتها بالعكس الناس رفعت السعر ده يدل على ان الناس مستهينة جدا بالدولة وبالحكومة وبالقانون وان هي مش ملتزمة خالص والهدف الأساسي للناس ان هي تتربح وتستفاد واحنا هنا في الفيديو ده انا حاولت ان انا زي زي اي مواطن انا من الشريحة المتضررة جدا من ارتفاع الأسعار مع اني عايش بر مصر يعني انا مش عايش في مصر ولكن عندي اهل واسرة وناس في مصر فانا من الشريحة المتضررة من ارتفاع الأسعار اللي انا مش لقيه له مبرر مقنع او منطقي فعلشان كده انا بتكلم في الجزئية دي او في الموضوع ده كاي زي زي اي مواطن كل الناس دلوقتي بتتكلم في موضوع ارتفاع الأسعار وبنحاول من خلال الفيديو ده ان احنا نجد حلول او نساهم بحلول وطبعا الحلول دي مش من وحي خيالنا ولا من تفكيرنا ومش بندعي ان احنا ناس نفهم سياسة او نفهم اقتصاد ولكن احنا لما بنحاول نقدم حلول بنقدمها من خلال تجارب شفناها في دول تانية يعني بصفة ان انا عايش بر مصر فانا شفت ازمة مشابهة للازمة اللي في مصر وحتى قد اقل منها حدة والدولة قدرت تسيطر عن الموضوع في 48 ساعة وقدرت تنهي المشكلة نهائية علشان كده بنقدم الوصفة دي او تجربة دي للناس في مصر ان هي لو لو تمشي بنفس المنطق وبنفس المعايير هتقدر ان هي تحد من الازمة وتجد لها حل عشان كده عملت الفيديو ده بعنوان وصفة جزائرية لعلاج ازمة الكاتاكيت المصرية لانه هو في ازمة في الدواجل فعلا اللي احنا اتبعنا في الفترة اللي فاتت الكاتاكيت المصرية كانت بتتعدم داخل الحضانات لان محدش راضي يشتريها لان الناس هتشتري الكاتاكيت واتدخلها المزارع في دورات جديدة مش هتلاقي لها اعلاف لان الاعلاف سعرها رافع وفوق قدرة المربي وده برضو كان كلام السيد رئي الشعبة الدواجل لما صرح وقال ان الناس بدأت يعني ما تدخلش كاتاكيت في دورات جديدة في المزارع خوفا من ارتفاع الاسعار الجنوني في الاعلاف ولان احيانا مش هتبقى متوفرة نتيجة الاحتقار ان الكبار وكبار المستوردين افلين على السلعة وبالتالي اللي حصل ان الحضانات بدل ما بتفرخ البيض ويطلع كاتاكيت ابتدت تبيعه البيض مائدة وبالتالي اصبح عندهم مشكلة ان الامهات كمان ملهاش يعني ملهاش دور او لها اهمية ابتدوا يبيعوا الامهات وده هو المشكلة هنا ان القطاع كله مهدد بالانهيار لان لما توصل لمرحلة ان انت تبيع الامهات اللي هي الاساسية في صناعة الدواجن في مصر المكون الاساسي او العنصر الاساسي يبقى انت كده علشان تجدد الموضوع من تاني وتبدأ من جديد يكون عندك صناعة الدواجن في مصر انت محتاج على حسب كلام الراجل محتاج عشر شهور علشان تطلع امهات تانية جاهزة لانها تطلع لك انتاج وبالتالي احنا هنا بنقدم تجربة شفناها وشفناها بعنينا احنا لا بنفهم في سياسة ولا بنفهم في اقتصاد ولكن بنقدم وصفة زي ما يكون واحد قدامي عنده صداع فانا بقوله خد حبيت بنادول علشان الصداع يروح انا مش طبيب ولكن انا بوصف له وصفة مجربة ده طبعا بعد ما اعرف هل الصداع عنده بسبب قلة الاكل مكلش ليه فترة او الصداع بسبب الاجهاد وقلة النوم ما نمش بقاله فترة فبقوله ارتاح شوية وحاول تنام ساعة واخد حبة بنادول او خد حبة برا ستمول او اي حاجة من المسكنات بتجيب نتيجة مش معنى كده ان انا طبيب ولكن اديت له وصفة مجربة فاحنا هنا لما تابعنا اجتماع السيد رئيس الوزراء وهو مشكورا بيحاول بكل جهده ان هو يسيطر على الاوضاع في مصر وعلى الازمة وبيبزل كل جهده ولكن في المقابل في ناس للأسف الشديد يعني بتضرب بقوانين عرض الحائط واهم حاجة عندها مصلحتها والاسعار بترفع والسلعة بيتم احتقارها وناس بتعاند الدولة وناس بتتربح من مشاكل ومعاناة المواطن الفقير فبالتالي بنحاول ان احنا نقدم تجربة شفناها قدامنا حية حصلت بنفس الموضوع بالزبط بعد اجتماع السيد رئيس الوزراء الناس رفعت الاسعار بعد ما خرجت من الاجتماع هنا في الجزائر كان فيه ازمة مشابهة وما كانش وصلت لمرحة الازمة كانت بوادر ازمة ان هو الناس ابتدت تحس ان فيه نقص في السوق في سلعتين زي الزيت والحليب والمعروف ان الحليب هنا في الجزائر مدعم اللتر او الكيلو بيعادل اتنين جنيه ونص مصري اشوف بقى بالدولار هيبقى كام يعني بالدولار حاجة لا تذكر ولكن هو بالمصري يحاول يعادل اتنين جنيه ونص فالحليب هنا مدعم الزيت مادة اساسية وبتتباع عادي بسعر عادي كزي ما بتتباع في مصر ولكن السلعتين دول ابتدوا انهم ينقصوا من السوق ومش في كل الاسواق في بعض الاماكن ابتدت تشتكي ان السلعة مش موجودة وبعد السكان ابتدوا يشتكوا انهم عندهم نقص في المواد دي وده اللي ادى لاستدعاء السيد رئيس الحكومة برضو هنا الوزير الاول في البرلمان والراجل بصراحة تعاطف جدا مع المواطنين وتأثر من نقص السلعة في السوق وابدأ اعتذاره للمواطن وصرح بانه هيضرب بيد من حديد على كل محتكر السلعة او كل من يتاجر بقوة الدعفاء وقوة الفقراء هنشوف اللي حصل هنا وهنشوف اللي حصل هنا السيد رئيس الوزراء في مصر طبعا انا سمعت له تصريح بصراحة التصريح ده انا مش قادر افهمه خالص يعني كان مبارح في المؤتمر الصحفي السيد رئيس الوزراء بيقول احنا نضطر نستخدم الاليات اللي عندنا في مواجهة جشعة الطجار والمحتكرين وللأسف هنضطر نستخدم الاليات دي يعني هو بيتأسف للناس المحتكرة والناس المتربحة والناس اللي بتستفيد من معاناة الناس وبيتأسف لهم بيقول للأسف هنضطر نستخدم الاليات لمواجهة المحتكرين وعندنا الاليات والدولة قادرة وعندها الاليات تقدر ان هي تواجه بيها الطجار الجشعين طب ليه الاسف والاسف اساسا للمواطن الفقير اللي بيعاني اللي عنده مشاكل اللي مش لاقي السلعة او ان لقيها باسعار فقطاته ده اللي المفروض نتأسف له علشان هو تضرر ضرر بريغ والدولة هي المخولة وهي الجهة الوحيدة اللي تقدر تجيب له حقه وتقدر تنصفه وتقدر ان هي توفر له السلعة بسعرها العادل خاصة ان الرجل رئيس شعبة الدواجن قال ان اسعار الدورة في السوق موحدة بسعر عالمي يعني هي في برة ما رفعتش وانا رفعت رفعت حاجات بسيطة ومرتبطة بالدولار فمعروف سعر الطن بقد كده دولار ليه عندنا احنا يتضاعف يعني مثلا وبيقول ان الطن كان من عشر ايام كان في بيتباع بتسعة تلاف ومئتين حاليا وصل الاربعتاشر الف من عشر ايام بتسعة ومئتين وفي خلال عشر ايام ووصل الطن الاربعتاشر الف يعني زاد زاد حوالي تقريبا اربعة ونص او خمس تلاف جنيه سعر الطن وايس على كده بقى اغلب السلع بترفع بسعره جنوني ان درجة الناس بتقول لك السلع الصبح بتبقى بسعره بالليل بسعر او دلوقت بسعره وبعد سعر بسعر ليه نتأسف للناس اللي هي بتجر في قوت الغلابة وبتجر في في قوت الشعب الناس دي مش محتاجة اسف ولا رحمة الناس دي محتاجة ضرب بيد من حديد فعلا زي ما الجزائر عملت هنا وزي ما هنقول لك الوصفة هنا اللي بنسميينها بقى الوصفة الجزائرية وانا بسمها الوصفة السحرية لان سحرية فعلا في تمانية واربعين ساعة قدرت الدولة تسيطر على المشكلة كلها وتحل الازمة السيد الوزير الاول هنا ورئيس الحكومة ما تأسفش للجاشعين والمحتكرين وتأسف للشعب ولما خرج من مجلس الشعب ابتدت الجهات المسؤولة هنا تتحرك في الدولة والجهات المعنية كجهات رقابية وحماية مستهلك وتموين وشرطة ابتدت الجهات تتحرك في نفس اللحظة وابتدت ان هي ترائب المنافذ البيع وترائب المولات والمحلات وصدرت قوانين مباشرة ان كانت القوانين دي موجودة قبل كده وتفعلت او استحدثت جديد كان اللي بلقوه بيبيع الحاجة باعلى من سعرها او بيحتكرها بيشيلها لما سعر ترفع حتى ولو عشرة كيلو حليب كان بيطرحل لمحاكمة عجلة وكان الاحكام هنا رضعة من خمس لعشر سنين غير الغرامات خمسين مليون ومئة مليون اللي هو عندك في مصر خمسين الف ومئة الف ومئة الف ومئتين الف غرامة علشان بس حد يعني ايه شايل ميت كيلو حليب عشان يباحها بسعر عالي او شايل عشرين ازازة زيت عشان يباحهم بسعر عالي والكلام ده تطبق عالجميع والصغير والكبير وابتدت الدولة ترقب السوق كله وابتدت القوانين دي تتنفذ على الكل سواء بقى مستثمر او تاجر صغير كانت النتيجة ان السلعة في خلال تمانية واربعين ساعة كانت معروضة في الشوارع مش جوه المحلات الناس بقت تحطها بره بره المحل كده قدام الناس اللي عايز السلعة متوفرة ايه موجودة يعني احيانا الناس كانت بتقولك مش هندخلها المحل ولا حشان محدش يقول ده بخبيها في المحل فيحطها بره كده قدام المحل انت عندك بقى في مصر الناس علني بيحتكر السلعة وعمل مخازن وبالتاجر وبتتربح وفين الحكومة هل احنا ما عندناش جهاش شرطة في الحكومة او جهاش شرطة مدنية في مصر عندنا جهاش شرطة هل هو ما يعرفش ومش متابع ازاي تقول للمواطن بلغ عن المواطن اللي بيرفع الاسعار هنا في الجزائر ما قالوش للمواطنين بلغوا عن حد بيرفع اسعار لان في دولة وفي مؤسسات هي اللي بترائد فانت لما تيجي في مصر كمان كان تصريح لرئيس الوزراء بيقوله احنا بنطلب من المواطنين انه هم يتعاونوا ويبلغوا طيب وفين الجهاز الرقبية الرقبية فين جهاز حماية المستهلج اللي بياخده هو فلوس من الدولة وبياخد مرتبات وهو اساسا لو هياخد مرتبات ومش هيقوم بدوره ويبقى هو جزء من الازمة وهو سبب اساسي في رفع الاسعار وفي التأثير على ميزانية الدولة وفي رفع الدولار قدام الجنيه لانه بياخد لانه عندك جهاز حماية مستهلج بياخد مرتب شوف كم الف شخص في دولة بياخد مرتبات ومش شغال واسع على كده التموين اسع على كده جهاز شرطة مدنية شغال شوف كم الف او عدد وكم مئة الف بياخد مرتبات ومش اين بدوره ولكن هنا الجهات لما تحركت اتحركت جهات رسمية ما تحركش مواطنين واعدوا يبلغوا عن بعض ما سلناش لما مواطن يبلغ عن جاره ويقول ده بيرفع الاسعار فيجروا يكون بلطغي ويفتح محل ويروح يقفلوا بسنجة في الشارع علشان بلغ عنه ومواطنين تموت بعض وتضرب بعض وتقول المواطنين يبلغوا عن بعض تفيني الحكومة قال لي احنا ما عندناش جهاز شرطة مدنية عندنا جهاز شرطة مدنية بياخد مرتبات ومتدرب احسن تدريب وعلى قدر عالي من الكفاءة لدرجة انه يعرف المواطن كل حاجة عن المواطن لدرجة انه بيعرف خبايا المواطن قال بيحصل مع المواطن حتى في قضة نومه بيعرف كل حاجة عنه بيعرف المواطن في قضة نومه بيعمل اه وكم مرة في الاسبوع وكل حاجة عارفين والكلام ده مش كلام كده وخلاص مش كلام بقوله وخلاص لا ده كلام انا انا عارف ومتأكد منه ان الجهاز الشرطة عندنا عارف كل حاجة عن الشعب لدرجة ان هو يقدر يعرف المواطن في قد تنمه بيعمل اه فهل هو بقى مش عارف التاجر المحل اللي بيحتكر سلعة او بيبحها بأسعار اعلى من سعرها مش قادر يوصله ومش قادر يعرف مين هو وازاي ويجيبه هيقدر يجيبه بس الدولة لازم تكون جادة لازم الدولة تضرب بيدي من حديد فعلا وتتأسف للمواطن مش تتأسف للتاجر والمستغل والرجل الاعمال المحتكر لان احنا كده بقى ما عملناش حاجة احنا فيها مصر الجديدة اللي هي بعد صورات وصورتين فيها مصر الجديدة اللي هي بعد معاناة سنين طويلة الناس عاوزة توصل للمستوى اللي احنا بنأمل فيه كلنا مستوى العدالة لنكون فيه عدالة في البلد عدالة اجتماعية فيه مواطني يقدر ياخد حقه من المواطن التاني الجاشع المستغل ما يكونش فيه رجال اعمال محتكرة تقول لي خمسة ستة من رجال الاعمال متحكمين في سعر الاعلاف في الدولة كلها هم اللي بيوردوا للمصانع تلتمية وستين مصنع على مستوى الجمهورية بيورد لهم خمس او ست رجال اعمال هم المتحكمين في السوق طب لا احنا عايزين الدولة هتتدخل احنا بنصق في الجيش بتاعنا وانا بقيت جدا ومع ان الجيش يدخل ويشيل هو المواضيع دي والتعامل الجيش يستورد هو احنا ما عندناش مشكلة ان الجيش يكون شغال في الدولة في الاستثمار وفي كل حاجة علشان يكون فيه احساس بالعدالة مدام رجال اعمالها تحتكر لخلي القطاعات في الجيش اللي هي شغالة دلوقت حاليا وبتنتج في مصر وبتعمل مشاريع والهيئة الهندسية والجهات المسؤولة دي اللي هي شغالة في البلد اللي احنا بنصق فيها هي اللي تستورد وهي اللي تجيب السلع دي من برة وهي اللي تبيحها للمصانع والعجل الدور واللموقف هالي بقى مع رجال اعمال ونعود نرجع زي زمان لما كانت رجال الاعمال محتكرة كل حاجة واحمد عز محتكرة الحديد والصل وكل واحد واخد حاجة وما حدش عارف يعيش في البلد لازم يبقى فيه دولة ولازم يبقى فيه قانون يتطبق على الجميع ومش اطور عليكم في الفيديو وديكة الوصفة السحرية وهي وصفة يعني شفناها ونحنا الناس لا بنفهم لا في اقتصاد ولا بنفهم في سياسة احنا بنقول لكم الناس هنا عملت كذا اعملوا انتوا زيهم بقى كذا اعاوز تحل الازمة اللي يحتكر السلعة حطه في الحبس خمس سنين عشر سنين ويدفع غرامة 200 الف هتلاقي بعد ما عملت كده مع خمسة ستة ما حدش هيرفع سلعة خالص هتقعد بقى سايب السوق وسايب الدنيا وقعد تتفرق يبقى تخرب البلد واحنا نتمنى ان البلد ما تخربش واحنا مستقيم جدا من اللي بيحصل في مصر واللي بيحصل في مصر بحقيقة ما بيحصلش في اي مكان تاني في العالم هتقول لي ازمة اوكرانيا وروسيا ازمة كورونا على عالم كله ولكن العالم كله وضعه مستقر واسعاره ما ترفعش بالعبط ده والدنيا مش خربانة زي ما خربانة كده في مصر في مصر فيه قانون عاوز يتفاعل يصبط الاوضاع ويصبط السوق شكرا والسلام عليكم ورحمة الله